الثالثة هاي النقطة مهمة في الخصوصية في حركة التحرير حول المرأة اللي قلنا إذا تذكرون في البحث السابق قلنا جملة من الأصول التي توجد في حركة التحرير حول المرأة والمقومات والأركان تعتقد بها النظرية الإسلامية ماذا أيضا ولكن مع اختلاف ما هو أن حركة تحرير المرأة رؤيتها الكونية تختلف عن حركة ماذا النظر الإسلامية اللي رؤيتها الكونية مختلفة وهذا له آثار مهمة هذه لها آثار مهمة يعني مثلا أن الإنسان مركب من بعد مادي وبعد معنوي ما ورائي أو أنه ليس إلا الماد هذه قضية مهمة جدا يعني البعد المعنوي هذا البعد المعنوي له أبعاد أخروية أو ليس له ماذا أبعاد أخروية له حساب أو ليس له حساب له مبدأ خلق ذلك لحكمة وغاية أو ليس كذلك هذه كلها إن شاء الله تعالى أين نطرحها عندما نأتي إلى النظرية الإسلامية القرآنية في هذا المجال وما ورد في النصوص الروائية الخصوصية الثالثة وهي أنه إذا كان أحدهما في الصراع مع الآخر فهل يحتاج إليه أو لا بد أن يستغني عنه في حركة تحرير حول تحرير المرأة قلنا ماذا لا أحدهما محتاج إلا الآخر لأنه لا يكمل إلا بالآخر ولكن يطالب بحقوقه لماذا لا تعطى ولماذا تغصب حقوقه هسأ المرأة أو الرجل إذا كان الفكر أنثويا فحقوق الرجل ما هي مغصوبة وإذا كان الفكر ذكوريا فالمرأة ماذا مغصوبة الحقوق التفتولي جيدا إذن على هذا الأساس على هذا الأساس بناء على الأصلين المتقدمين الصراع إذن لا بد أن نصل إلى مرحلة ماذا ها الاستغناء وإلا لا معنى لأن تدخل في صراع مع الآخر وأنت ماذا محتاج إليه إلا معنى أو لا معنى له لا معنى له لأنه إذا كنت محتاجا إليه فلا بد أن تدخل في صراع معه لو في تفاوض وحوار معه أي منهما بلا واضح إذا كنت مستغن عنه إذا كنت في صراع معه فتستغن عنه أما إذا كنت محتاجا إليه فماذا تفعل لا بد أن تدخله ها في حوار في انسجام في تكامل تعطيه وتأخذ منه وتأخذ منه وتعطيه وهكذا وحيث أن الأصل الثاني والركن الثاني في هذه النظرية هو الصراع ما بين الذكر والأنساء إذا لابد أن ننتهي إلى ماذا أعزائي ها إلى الاستغناء لأحدهما عن الآخر ولذا عبدالوهاب المسيري أعزائي في صفحة ثمانية وعشرين من هذه الرسالة هذه عبارته يقول وتصل هذه الرؤية قمتها حين تقرر الأنثى أن تدير ظهرها للآخر الذكار تماما فهي مرجعية ذاتها لا أن مرجعيتها الإنسانية ماذا المشتركة الأنثى يعني تنظر كل شيء من خلال يا نظارة أعزائي ها من خلال نظارة الأنثوية ومصالح ماذا الأنثى لا من خلال النظارة المشترك يعني الإنسانية أو الأسرة التي تكون ماذا تكون هذه الوحدة الواحدة والبناء الاجتماعي ما أدل واضحي ولا الآن أنت كثير كثير وليس قليلا هذا رجالا أو نساء عندما تسأل أنت راضي عن حياتك يقول لا ما راضي ولكن حفظا لهذا المكيان ولأولادي وكذا ماذا أضحي أليس كذلك أعزائي تسأله الآن زوجتك ماتت أو طلقتها تتزوج يقول لا لا أتزوج لماذا أعزائي طبعا قليلين هذا ولكنهم موجودين لماذا يقول لحفظ هؤلاء ماذا الأولاد مثلا والمرأة كذلك لو أنت تسأل فالنسبة لا بأسها بها من النساء تجدها راضية عن حقوقها أو ليست راضية ولكن حفظا لكيان الأسرة ماذا تفعل ها تضحي إذن هذه النظارة التي تنظر إليها المرأة إلى الحياة إما نظارة نظارة ماذا التكامل والإنسجام والأسرة وإما نظارة ماذا مصلحة المرأة ظالما أو مظلومة مولانا كل ما يدخل في مصلحة المرأة فهي معها وكل ما لا يدخل في مصلحتها فهي ماذا فهي ضده هذه من أهم مقومات هذه الحركة تفتول جيدا يقول ولذا تعلن استقلالها الكامل وهو الأمر الطبيعي إذ لا يمتد إلا في إطار ترفض أن تؤكد إنسانيتها المشتركة التي لا يمكن أن تتحقق إلا داخل إطار اجتماعي وسياق تاريخي وبدلا من ذلك تؤكد ذاتها الأنثوية المنفصلة التي لا توجد في أي سياق تاريخي أو داخل أي إطار ماذا اجتماعي ما أدري واضح هذا المعنى إلا أعزاء اللي يردون يراجعون أكو فالرسالة ليست كبيرة أيضا حدود بالمئة صفحة أعزائي هذه الرسالة هواية مهمة أنا بيودي أن الأعزاء إذا عدهم خلق واقعا واقعا إذا كل شيء ما عدهم وقت يقرؤون فليقرؤوا هذه الرسالة أعزائي دكتور عبدالوهابل مسيري أعزائي اللي أولئك الذين عاشوا في الغرب أو أولئك الذين مولانا الآن هنا ويتصورون أن الغرب تحت عنوان هذه الرسالة هذه عنوانها هذه الرسالة الفردوس الأرضي دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة أعزائي فالرسالة جد قيمة في هذا المجمع أنا بيودي أن الأعزاء اليوم يدخلون إلى المواقع ويستخرجوا هذه الرسالة ويطالعونها ما تتجاوز أعزائي موه أي كبير هماتي الرسالة ما تتجاوز حدود إلا إلا حدود ثمانين صفحة أعزائي مو أكثر أعزائي حدود ثمانين صفحة هي الرسالة فبإمكانهم أن يطالعوها في ساعتين ثلاث مولانا هواية مفيدة